هذه واحة سيدي مصمودي التي تعرف عند سكانها باسم فالماش واحة هادئة تستيقظ هذه الأيام على سواعد الفلاحين وهم منشغلون بجني المحصول رغم ما يواجهونه من عوائق مصالح الفلاحية ما أخذتش بيد الفلاح اللي هو هنا ما زال يعملها بطرق بدائية يد العاملة ما عندناش جينا من الخارج نجيبهم صحراء بالرغم أننا بلدية مزرعة بلدية فلاحية ما أعطوهاش مثلا كما نقوله صنف الطمر من المنتجات الفلاحة في بلدية مزرعة نوعية غرس فالماش معروفة بجودتها وتسويقه يتم وفق طلب مسبق يقول عم إحمد الغرس فالماش يتنوز جيغلاي ويتنوز المعريف ويقاوك الغرس فالماش تكون عندنا قبل ما دنبي أما إعداده فيمر عبر مراحل ولا يتم ذلك إلا عند التأكد من نضج المنتج نفرزوا لك تشوفوا كيفاش نفرزوا نحشفوا واحدوا، نبلحوا واحدوا، نمليحوا واحدوا نزيدوا ننشروه، ننشروه للسمش الجامات كي يحكم في روح ونزيدوا نحشوف البدن نذكرية كي ننجلود ذلك كل ما كانش يخدمه لوحد يدي هذا كي لشكوي يديه بالزاف 50 كيلو كاني حتى يهزوا قمطار تمر الغرس في زمن مضى كان يشكل مؤونة أساسية للعائلات خصوصا في موسم الحصادي صيفا عمر هذه الواحة ثلاثة قرون وكانت تعرضت بان الثورة إلى حرق من طرف العدو الفرنسي لكن خيلها تجدد وأبى إلا أن يبقى شامخا